السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للمناصب مباريات الأمن الوطني يعني العدد المطلوب في هذه المباريات إن شاء الله فهو كالآتي فالمديري العامة للأمن الوطني أعلنت عن عملية توظيف ستهم 6637 منصبا وستكون مفتوحة في وجه الشباب المغاربة الحاصرين على شهادة البكالورية فما فوق لولوج مختلف أسلاك الشرطة المغربية وتتوزع المناصب على النحو التالي بالنسبة لحرات الأمن فالعدد المطلوب هو 4127 منصب بالنسبة للمفتشي الشرطة العدد المطلوب هو 2050 منصب بالنسبة لضباط الأمن فالعدد المطلوب هو 50 منصب بالنسبة لضباط الشرطة فالعدد المطلوب هو 250 منصبا بالنسبة للعمداء ديال الشرطة فالعدد المطلوب هو 130 منصيب وبالنسبة العامية للشرطة ممتاز فالعدد المطلوب هو 30 منصيبا إذن الإجمالي كما قلنا هو 6637 منصيب وبالتوفيق للجميع إن شاء الله